اه اقولك على حاجة او اسألك على حاجة ايه الحكاية اللي انت بتحكيها للاطفال ونفسك تبقى انت الشخصية دي نفسها الله عليك السؤال الجامد ده الحدوتة اللي انا احب اكون الشخصية بتاعتها فكري بقى في عصفورة اسمها نقنق ايه وعصفور وعصفور تانيين زخاته مزغامين بقى نانا ونوني انا احبى بقى نقنق تابلو صلى على الناب ونحكي علي السواة والسلام نقنق دي عصفورة كبيرة ونانا ونوني عصفورتين سغمتتين شوية بس كسلانين حبتين مش عايزين يطيروا مش عايزين يجيبوا الاكل معتمدين على اختهم نقنق كلهم الصبح التير وتجبوهم الحب بتاعها نقنق اهد كده تفكر طب ما هلازم اخليهم اشتغل انا كمان معي مش هينفع يبقوا كسلانين كده قعدت تفكر تفكر ووسطت الخطة جهنمية تاني يوم الصبح قالت ايه بقى او يا جماحي او يا ايدي او يا راسي تعبيني مش قادرة تيري المهاردة طبعا نانا ونوني يبصر بعد كده طب هنعمل ايه؟ احنا جعنين خلاص بقى نستمى لغاية بكرة وامرنا لله لغاية نقنق كده تبقى كويسة وسليمة وحلة والطيل وتجيب لنا الاكل اتغوزت قوي نقنق بقى يعني الفكرة بتاعتي مش هتنجح بقى ولا ايه؟ اصرت على موقفها وتاني يوم الصبح برضو عملت نفس الحكاية او يا اتماي او يا جناحاتي او يا رجي اي بطني مش قادرة لا 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 مش هقدر اتيري المهاردة طب مانا هنون يعملوا ايه؟ طلب قالهم يعملوا من غدا اكل جعنين على الاخر واقعين يعني قالوا طيب احنا هنجرب نتير امرنا لله بقى وطاروا طاروا 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 من بيت لبيت من شجرة لشجرة من ارض الارض بيعبوا على الاخر ونبوا حبة اكل ايت كده ها طبعا الاكل قليل قوي يعني مش هيكفيهم بس معقولة يسيبوا اختهم نقنق من غدا اكل وهي كانت كل يوم بتأكلهم مش معقولة طبعا طبولها حبة اكل صغنططة وهم اكلوا حبة اكل صغنططة والحكاية قضيت تاني يوم نقنق عملت نفس الحكاية او او يا اتماي او يا جناحاتي او يا بطني مش ادرى انا كل شوية اللي امعية بيزيد علي او يا انا مش ادرى اخر يستطير المهاردة نانا ونين يبصوا البعض امرنا لله نعمل نفس اللي عملناه امبارح طاروا في السماء بس المرة دي بقى ما تحبوش زي امبارح والمرة دي بقى لمنوا اكل اكتر من امبارح واكلوا واكلوا اخطوهم نقنق وتاني الصابحة عملوا نفس الحدوتة لمدة اسبوع لغاية ما فيهم من الايام صحيوا لقوا نفسهم يعني الجناحات بطاعتوا بشجعام خالص ولا ايدي حاجة وحاسين انا بقى كده ايه عندهم مشاط وحيوية عايزين يتير ويتير ويتير وغاية اخر الدنيا بس لقوا نقنق خفت قالت لهم على فكرة انا علمتكم درس عبركم ما هتنسوا ابدا علمتكم ان العمل ايه العمل عبادة وان لازم كلنا نشتغل مع بعض ونأكل بعض ما ينفعش حد يبقى كسلان كده ونايم كده على جناح وكده ومش راجي يشتغل خامس العمل عبادة العمل ايه عبادة وتوتا توتا خلاويس حدوتا